السلام عليكم تحية إلى إخواني وأصدقائي السوريين هناك فقط توضيح مهم خصوصا للخبر المنتشر حاليا في جميع مواقع التواصل الاجتماعي وأنا أيضا توصلت بهذا الأمر وطلب مني عدد كبير من السوريين أن أرشدهم هل هذا الخبر صحيح وماذا يجب عليهم أن يعملوا كثير من إخواني السوريين وحاليا منتشرة بالفيسبوك وباليوتيوب بأن الصفارة السورية ببرلين تدعو السوريين في ألمانيا لمراجعتها إلى آخره من هذه الأمور ويقولون أيضا أنه حرصا على معالجة أوضاع المواطنين السوريين الذين غادروا القطرة بطريقة غير مشروعة بسبب الظروف الراهنة ورغبة من القيادة بتشجيع المواطنين إلى آخره من بين هذه الأمور هذا البلاغ منتشر حاليا كثيرا كثيرا خدوا حضركم من مثل هذه البلاغات ولا تهتموا لها نهائيا هذا البلاغ وإذا قمتم بالأمر الموجود في هذا البلاغ يمكن أن يؤدي بكم هذا الأمر إلى فقدان إقامتكم أصدقائي لا تهتموا لمثل هذا البلاغ ليس هناك تأكيد مئة بالمئة هل فعلا الصفارة السورية هي من قامت بإصدار هذا البلاغ أم أنه هي فقط إشاعة من عند بعض الأشخاص الذين يتمنون لكم الشر ويرغبون بأن تفقدوا إقامتكم المهم إذا كنتم لاجئين في ألمانيا لاجئ سوري في ألمانيا وقبل لجوءك ممنوع عليكم منعا كليا مراجعة الصفارة السورية إذا راجعتم الصفارة السورية بأي شيء إلى آخره يمكن أن يؤدي هذا إلى فقدان إقامتكم تفقدون إقامتكم لماذا؟ لأنكم أنتم لاجئين وألمانيا تحميكم من النظام الذي يوجد في بلدكم ودهابكم إلى الصفارة السورية الصفارة السورية تعد أرضا سورية على ألمانيا يعني دهابكم للصفارة السورية هو تأكيد على أن لجوءكم غير مستحق وأنكم أنتم فقط كذبتم الشخص الذي نشر هذه الإشاعة أو هذا الأمر أيضا نقول بأنه فعلا الصفارة هي من عملت هذا الأمر هذا الأمر في خطر عليكم لا تعرفون أنه ممكن تذهبون إلى هناك يسجلون أسماءكم والآن كما نعرف بأنه النظام في سوريا بدأ يعمل ضغوط وطلبات لعدد كبير من الناس كي يرجعوا الناس إلى سوريا فكونوا حذرين من يذهب منكم إلى الصفارة السورية هو فقط الشخص الذي إقامته يعني إما لم شمل أو جاب طريقة شرعية إلى ألمانيا إلى آخره هذا الشخص عادي يذهب إلى الصفارة السورية لكن الشخص اللاجئ الذي عنده إقامة ثلاث سنوات وعنده أوس فيس الأزرق عنده جواز الصفارة الأزرق إلى آخره يعني لاجئ هنا في ألمانيا لا يذهب إلى الصفارة ذهابكم إلى الصفارة يعني فقدانكم للإقامة فقدانكم للإقامة لذلك أحببت أن أخبركم لا تهتموا لمثل هذه البلاغات هي بلاغات تريد فقط من اللاجئين الذين لجوءهم مقبول في ألمانيا تريد فقط 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 أن تفقدوا لجوءكم لا نعرف من ينشر هذه الإشاعات فقط من أنجل أن تذهبوا إلى هناك ويتبت عليكم بأنه فعلا لا خطر عليكم وأنكم لا تستحقون اللجوء وتسحب منكم الإقامة لذلك إذا كنتم لاجئين في ألمانيا ووفق على لجوءكم لا تراجعوا أحدا لا تراجعوا الصفارة ولا آخرين إذا كان قدومكم إلى ألمانيا بطريقة شرعية وأنتم سوريين يعني عندكم الأوسف فيس السوري الباسبور السوري في فيزا ألمانية في إقامة ألمانية عادي ذهبوا إلى الصفارة تسافرون إلى سوريا عادي اللاجئ الذي قبل لجوءه لا تذهب إلى الصفارة سوف تفقد إقامتك انشروا هذا الفيديو خبروا الناس أرجوكم بأنه إذا قرأوا مثل هذا الطلب لا يهتموا به لأنه فقط خدعة من أجل أن تفقدوا إقامتكم إقامة اللاجئ ولا نعرف من وراء هذا الأمر لا نعرف من وراء هذه الحيلة الخطيرة التي ستفقد عدد كبير من السوريين إقاماتهم هنا ويمكن أن يؤدي هذا الأمر في المستقبل إلى ترحيلهم لذلك لا تهتموا إذا هذا الأمر اهتموا بلغتكم واهتموا بدراستكم وإن شاء الله اشتغلوا على الإقامة الدائمة ولا تهتموا لهذا الخبر شكرا لكم وانشروا هذا الفيديو السلام عليكم كان هذا فقط توضيح بسيط شكرا لكم لكم